نفسي ومنعيني أتفك معاكم بكلمتين بقى طيب يا عم يوسف ما أنت كل يوم بتيجي تقولك بصوا كلمتين دول كلمتين حطوهم حلقة في ودنك عشان خطري والواجه اللي تعالى كده ما تسمعش كلام الإخوان ما تسمعش كلام الفيسبوك ما تسمعش كلام التيك توك ما تسمعش كلام أي حاجة غير إيه هتيجي تقول لي أكيد غير الكلام اللي أنتوا بتقولوا ما أنتم أيها الإعلام اللذي ومن لا يا عم اسمع كلام المنظمات الدولية اسمع كلام الهيئات الاقتصادية الكبيرة الكلام اللي أنا عايز أقوله متعلق بمساء الاقتصادية لطيفة كده خلال يمكن شهر يناير اللي هو الموسم الأكبر والأغزر من حيث الشائعات وده مفهوم جدا 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 وزي ما كنا بنتكلم مبارح مع الدكتورة نعايم سعد زغلول أنه كلما زاد معدل الإنجاز والتحقيق الواقعي هتزيد الشائعات على سبيل المثال إحنا مش دايما بنقعد ناسكلك كده مثلا لطيف يقولك إيه الناس بتحدف الطوب على إيه على الشجرة المثمرة لكن لو شجرة ما فيهاش ثمر هتحدفها بالطوب ليه إنت عايز الثمر ده يتسقط فأنت اللي تاخده تجنيه صح؟ طيب ده في حالة الشجرة غير كده إذا فلان الفلاني ملوش قيمة فاشل هتعد تتابعه واتبع أخباره مثلا لا هتحاول إذا كانت النفس مريضة يعني هذه النفس المريضة هتحاول تغتاله معنويا أو تهجمه برضو لا نفس الحكاية تنسحب دائما على المؤسسات والدول لو الدولة مشي كويس وليها عدو هو العدو ده شغلته إيه غير أنه طول الوقت يعد يشوه في هذه الدولة أو يحاول في تلويث سمعتها وبالتالي يبدأ يطلق الشائع نفس القصة في الاقتصاد خلال كم أسبوع اللي فاتوا دول نحن نهارده هو فبراير كل سنة وانتو طيبين وده شهر عظيم بالمناسبة مش بس لأنها اتولدت فيه بس هو شهر حلو هبقى أحكي لكم بعدين هو شهر حلو ليه فبراير ده أنا أحب فبراير جدا والله مشي شهر اتولدت فيه ناس طلعت عملت فيديوهات على تيك توك وناس كتبت على فيسبوك شوية كلام فاضي متعلق بإيه بقى قالك الاقتصاد المصري ينهار أدي واحد اتنين الاقتصاد المصري يعاني من أزمة سيولة والبنوك تعاني من المشعار في إيه والكلام ده تيجي تقول لي أيوة هقولك طب أيوة إيه الملامح بتاعت الآيوة يعني جبت منين كلمة أيوة إيه اللي انت شفته بيقول إنه لقدر الله فيه مشكلة في الاقتصاد المصري سيدي الكريم لما ييجي مؤسسة مالية كبيرة يعني مؤسسة مالية كبيرة مش بقى مؤسسات التحليل ودراسات الجدوى ولا الدراسات الاقتصادة حاجة كده زي بنوك لو افترضنا إن فيه بنك كبير فاتح ييجي في 135 دولة في العالم يقولك يا جماعة أنا جاي أفتح في مصر في 2022 تقوله إيه تقوله يا بنك يا كبير يا عندك 135 تواجد في 135 دولة دي مش أفرع تواجده في 135 دولة أنت ما بتفهمش حاجة يعني هو البنك جاي مصر عشان يهزر أو جاي مصر عشان يخسر أو جاي مصر في اقتصاد ينهر ليه عبيض بيغامر بفلوسه وفلوس مساهمي ومدعي ومستثمري ولا جاي عارف إنه فيه اقتصاد مش بس مستقر اقتصاد صاعد وهنا بنك جاي يعمل إيه جاي يشتغل جاي يشتغل إيه عشان أكسب فلوس يبقى أنا لما أكون جاي عشان أشتغل واكسب فلوس يبقى لازم أبقى متأكد مية وملي مية في المية 200-300 في المية إنه ده اقتصاد شديد الاستقرار ومنحناه صاعد وهو دل حاصل لو قلت اسم البنك هيبقى إعلان فأنا آسف مضطر ما قلش اسم البنك على الأقل دلوقتي حلو؟ لكن والبنك غالباً هيفتح في شهر 8 أو في شهر 9 اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل وما هو أبعد من ذلك هو البنك كاتب كده على صفحاته الرسمية ده ما هو أبعد من ذلك البنك عامل إشادة بالاقتصاد المصري واستقراره ده على سبيل المثال بلاش؟ تيجي تقول لي أصل فيه تضخم عالمي آه طبعاً فيه تضخم عالمي وفيه حد أنكر إنه فيه تضخم في العالم وفيه حد أنكر إنه فيه أزمة اقتصادية في العالم طيب بمناسبة حضرتك عارف إنه الولايات المتحدة الأمريكية رفعت سعر الفايدة على الدولار؟ أنت عارف يعني إيه أرفع سعر الفايدة؟ وعارف يعني إيه أخفض سعر الفايدة؟ تعال نفتكر مع بعض حاجة كده بسيطة اتعلمناها مع سيبك من أنا خارج الاقتصاد وكل الكلم ده سيبك منه خالص إحنا تعلمنا مع بعض إيه؟ كل ما الاقتصاد بيستقر ويصبح أقوى تلاقي البنوك متخفض في أسعار فايدتها مش إحنا حصل لنا كده؟ إنت فاكر زمان لما كهت البنك أظن بيدي 20% فايدة على الشهادات وبعدين نزلت بقيت 18 وبعدين 16 وبعدين 15 بعدين ده على فايدة 3 سنية وبعدين بقت أظن 11 وربع في المية صح؟ ده معنى إيه؟ اقتصادك أحسن فأنا بقلل سعر الفايدة بتاعتي طب ولو أنا جيت رفعت سعر الفايدة بتاعتي يبقى أنا كده إيه؟ مقلق فعاوز الناس تحط الفلوس جوه البنوك الناس دي تطلع أفراد تطلع مؤسسات تطلع مستثمرين تطلع حكومات من بلاد بره إلى آخره فأمريكا رفعت سعر الفايدة عشان عندها أزمة هي بس أمريكا اللي عندها أزمة أوروبا عندها أزمة الصيني عندها أزمة كل الناس في العالم عندها أزمة هو هينفع يبقى فيه أزمة اقتصادية في العالم وما تنعكسش على دولة أو اثنين أو ثلاثة لا ماينفعش لكن في حاجة اسمها أن دولة يبقى فيه عندها القدرة على مواجهة الأزمة يعني يا عم يوسف أنت اقتصادك أقوى من الاقتصاد الأمريكي لا يا فند أكبر من الاقتصاد الأمريكي لا يا فند لكن أنا أكثر استقرارا جزء من ده أن أنا أصغر بالمناسبة بس كمان فيه جزء كبير من ده إن أنا عملت ما نطلق عليه الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد بتاعي فعملت إيه بقى وسعت قطرت مصادر الدخل بتاعتي فيبقى أنا مثلا قاعد بصدر حصلات زراعية مثلا فبتدخلي لو حضرتك كاتبها لك بتدخلي تقريبا أظن اثنين ونص مليار دولار الله هيكات قبل كده بالشكل ده لا يا فند كنت أقل كتير طيب زيدها تقريبا حوالي 40% طيب تعالى بص كده قناة السويس زادت ولا ما زادتش زادت الله طيب أنا كنت دولة بتستورد طاقة زمان بستورد بترول وغاز اللازم يعني أي حاجة في الطاقة كنت أنا بستوردها إيه اللي حصل بعد كده بقيت أنت بتصدر طاقة طيب وهل صدرات الطاقة بتاعتي مثلا صدرات الغاز بتزيد ولا سبتة ولا بتقل بتزيد الله ده معناه أنا هنا دردت لك ثلاث حاجات بس لسه ما كلمت لكش على بقية الصدرات مصد دولتك صدرات الزراعية حاصلات ده أنا فتحت السوق بتاعي أنا وإفريقيا ووسعته وزودت صدراتي يا سلام ده إيه الشطرة والحلاوة دي طيب تعالي بقى هنا نشوف هو أنا كده لما يبقى دخلي بيزيد دخلي بيزيد ومش منعكس على المجتمع من جوه لأ منعكس أما لنا إزاي بقضي مثلا أو قضيت على العشوائيات الخطرة وشغال إن أنا بقضي على العشوائيات اللي هي مناطة غير مخطط لها طيب أنا إزاي أقول مش منعكس أما لأنا بعمل إيه في حياة كريمة حياة كريمة اللي بيغير التركيبة الاجتماعية بكاملها عشان كده اسمها حياة الحياة يعني الكل الكمال الكمال لله وحده لك أنا بتكلم هنا بقى على المعيارة البشرية فأنا نروح تعامل حياة كريمة فأنا أغير 60% من تعداد المجتمع المصري أغير أغير الشكل الاجتماعي لـ 60% بنقلهم من حال للأسف شديد السوق إلى حال والحمد لله والشكر لا وبدأت أنت مش ها تعمل حياة كريمة أنت بدأت فبتروح نقلهم نقلة تانية خالص نقلة جزرية تماما طبعا أنا أقولك حاجة حضرتك تعرف أن أنت عندك في مصر مصنع لصناعة الألياف الضوئية طب هل المصنع بدأ لإنتاج لا لسه طب هل المصنع المنتج بتاعه مطلوب أقولك آه آه في دول بالفعل حجزة عندك المنتج بتيجي تقولك والله يا جماعة أنتم مفروض المصنع ده هيبدأ إنتاج في تاريخ إيه فتقوله مثلا في التاريخ الفلاني يقولك طب إحنا حجزين عندك مش عارف 10,000 كيلومتر لا لأ ليا في الضوئية بتبقى كده بألاف الكيلومترات وأنا حجز عندك 16,000 وأنا حجز عندك مش عارف إيه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت إلى هذا الحد اقتصادك صاعد مش نامي إلى هذا الحد أصبح فيه ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري وفي الصناعات المصرية وفي الصادرات المصرية فبقت منتجاتك بتتحجز ومنتجات تانية كتير في منها اللي بصدد أن احنا نتكلم فيه وفي منها اللي احنا مش بصدد نتكلم فيه ليه؟ دي قصة تانية خالص برضو نبقى نحكي عليها في وقتها طيب اللي أنا عايز أقوله يا سيدي الكريم العقل زينة أنا دايما نعود أقول لولادي كده حتى ابني لقاطها من نيجي نكال لك العقل زينة العقل زينة وإحنا ناس عقلة كلنا كلنا ده مجتمع زكي ده شعب زكي جدا 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 طيب بلاش بلاش تعطى المخين عن عمد وبص على فيديو تافه على تيك توك ولا صفحة عبيطة على فيسبوك ولا وادهبل طالع على يوتيوب ولا وادهبل منه مش عارف طالع منين ولا نترك نفسنا للشائعات يعني الراجل ده صروة الراجل يعني ده مش حجم الشركة مش القيمة السوقية بتاعت الشركة صروة الراجل مش عارف 162 مليار دولار وما الحجم الشركة ايه قيمتها السوقية قدي انت متخيل يعني ايه جاي يفتح هنا او فتح هنا بالفعل ده على سبيل المثال للحصر اذا عزيزي المواطنة عزيزتي المواطنة خلي عندك ثقة العالم العالم بيقول كده بيقول انت اقتصادك قوي يا مصريين اقتصادك قوي يا مصريين اقتصادك صاعد يا مصريين اقتصادك قادر او بالأصح قادر استطاع ان يقف امام جائحة كورونا وتبعتها الاقتصادية وتفاعلاتها الاقتصادية السلبية على مستوى العالم اقتصادك قادر على الاستمرار بقوة اقتصادك اه اقتصادك البقاف اقتصادك صاعد فما تقلقش خالص خالص خليك واثق بنك عنده 135 او بالأصح متوجد 135 دولة جايلك شركات كبيرة فتحت عندك مصانع لسه مطلعتش انتاجها انتاجها اصبح محجوز اه اه ادايات والارادات بتاعت اقتصادك في حالة تزايد وصعود ما شاء الله والله اكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى بس يكون الكلام ما دخلش ويدنا يكون دخل وعاشش في مخنا وهقولك الجملة الشهيرة لا تتوقف عن التفكير او البحث رجع وراي لو انا قلت كلمة واحدة فسكونيا يبقى لك الكلام بس لو طلعتنا صح استهل عزومة على اكل كويسة اشتركوا في القناة